السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة يا جماعة ان شاء الله احنا نتكلم على تفسير الفاكهة في المناق ساعة بنحلم ان احنا بنشتري فواكه ساعة بنحلم ان احنا قدامنا طبق فاكهة فمش عارفين الحلم دائين في البداية ما عايز نقول له ان الفاكهة عموما بتبشر بالخير اهم حاجة كانت فاكهة عادية يعني ولا كانت الفاكهة فاسدة ولا ضعت منك الفاكهة أنا مثلا كما عفق أو ضعت منك لا الفاكهة يا جماعة بالطباpie العدية عموما في كثة احوالها وفي شدة احوالها مبشرة ليه لان الله تعالى قال في قرآنه العظيم فيها فاكهة والنخل ذات الاكمان فبالتالي جماعة اي حد يشوف فاكهة عموما يتبشر بالخير ويعرف ان هي مبشرة بس احنا طبعا نفصل الفاكهة بشدة نواحة ان شاء الله فتبعونا اولا رؤية اكل الفاكهة جماعة لو اي حد حلم ان هو كالفاكهة فهذا المنام دليل على النعيم والرزق بدون تعب يعني اي حد يشوف نفسه بياكل فاكهة يتبشر باذن الله انه هيجيله نعيم وهيجيله رزق من غير ما هو يكون تعبان فيه هيجيله من عند ربنا لكن لو حد حلم ان هو اللي قطف الفاكهة من الشجر يعني شاف مثلا موز او شاف فروضة في شغر وهو اللي بخدها من الشجر فده بيدل ان هو هيحصل على رزق من تعب واجتهاده يبعيزنا جماعة خلينا متفقين ان الشخص اللي يشوف نفسه بيأكل فاكهة من دون ان يعرف مصدرها يعني من هو مش هو اللي راحه خدر من الشجر فده بيدل انه هيجيله رزق من غير تعب يعني هو مش هبقى تعبان فيه بس هيجيله رزق كتير اما لو حد شاف ان هو رايح زي ما قلت هو اللي خد الفاكهة ده بيدل ان هو اللي هيتعب في الرزق ده ومن اقصر الفواكه الجماعة التي تدل على المال والسروة هي الموز والفراولة اي حد يا جماعة مهما كان يشوف موز وفراولة يعرف باذل الله ان ربنا هيكرمه برزق كتير اوي 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 ومال كتير اوي 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 لأن الموز والفراولة من الرموز التي اتفق عليها أغلب المفسرين أن هذه الرموز تدل على المال و تدل على الصروة ساعد بنحلم يعطي الله أننا معنا فاكهة فاسدة حلمت أن أكل مثلا تفاح و لايهت طعمها وحش و لايهتها بايزة ده يدل على حاجتين إما أنت تأكل حرام في بعض الأموال أو في بعض الأكل اللي أنت تأكله حرام يعني أنت في أموال بيجيلك حرام إما إما أنا مبقلش إن هي كده لا إما حاجة تانية بقى إما أنت في حطرة لك تعطيل فى بعض الأمور حياتك أو يحصل لك تعطيل فى بعض الأمور حياتك تعطيل فى العزق والتعطيل فى الرزق طب إفريد أنا عبد الله حلمت anna تشتري فاكهة يعني حلمت مثلا anna رايح محل او رايح مكان واشتريت فاكهة لو أنت حلمت ان انت شتريت فاكهة من مكان فاليم wahت دليل على اني هاتخش عمل او هاتخش شيء هيسببلك رزق دائم يعني أنت هتدخل حاجة معينة او عمل معين او شراقة معينة الشراكة او العمل ده هيسبب لك رزق مدى الحياة يعني يفضل يجيلك من الشيء ده رزق كتير على مدى سنوات مش رزق وبسه خلاص لا ده انت لو انت حلمت ان انت بتشتري فكه ده بيدول ان رزق هيجيلك على مدى سنوات قدام بإذن الله طب افرد انا لقيت نفسي بقى اللمان اللي ببيع الفكهة انا حلمت ان انا ببيع فكهة راجل اللي قاعد كده وببيع فكهة او حلمت ان انا اديت فكهة لحد لو انت حلمت يا اخي الكريم ان انت بتبيع فكهة او اديت فكهة لحد فالمنام ده دليل بشكل قاطع ان انت هتكون سبب في رزق بعض الناس اللي حواليك ولو الشخص اللي انت شفته ده تعرفه وانت اديته فكهة فده بيدول ان انت يعني الشخص ده هيرزق منك انت يعني انت هتكون سبب في رزق الشخص ده واذا رأت المتزوجة انها تعد الفاكهة لزوجها فالمنام ده دليل على ان زوجها يترقى في عمله او هجيله مال كده يا جماعة احنا اتكلمنا على الفاكهة بشكل عام هندخل بقى على الفاكهة للعزباء اذا رأت الفتاة العزباء الفاكهة بكافة انواحها الفتاة العزباء فهذا المنام دليل بشكل قاطع على قرب الزواج هذه الفتاة كذلك المطلقة برضو يا جماعة يعني العزباء والمطلقة رؤية الفاكهة عموما بشكلها العادي بيبشر بقرب الزواج اما المتزوجة لو رأيت يا جماعة فاكهة في منزلها أوقيت الفاكهة في المنزل المتزوجة تبشر بشكل كبير جدا على استقرار هذا المنزل في المعيشة فلو واحدة متزوجة حلمت أن في منزلها فاكهة فالمنام ده جماعة يدل بشكل قاطع على استقرار منزلها وأن هي حياتها تبقى مستقرة في نهاية الفيديو أتمنى جماعة أكون فصلت بعض يعني أغلب الرموز اللي بتدل على الفاكهة أو أغلب رموز الفاكهة في المنام ولو حد حلم بالفاكهة جماعة أو أي حلم يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليه وفي نهاية الفيديو أتمنى لو الفيديو يعجبكم كده تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتدعونا كده بالتوفيق وربنا يا رب يوفاكم ويسركم لكل أحلامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته